أبو جبل وقصة أبو جبل وحراس مرمى النادي الأهلي وفرصة مصطفى شبير شايف مين يعني اللي ممكن يبقى في مكان شناوي حتى يعود شناوي إلى حراس مرمى النادي الأهلي طبعا نتمنى الشيفة طبعا محمد شناوي جوم كبير بقى لفترة عم انتخب مصر ومع النادي الأهلي يعمل مرضوط كبير جدا أتمنى رو يرجع بالسلامة أكيد الفترة اللي فاتت المشكلة والقضية بعد ما صابت محمد الشناوي أكيد ناد الأهلي في احتياج لحراس مرمى تتكلم على مصطفى شبير وتتكلم على حمز علاء اتنين صغيرين عندهم مستقبل هايل بس ناد الأهلي انت عارف بيشتغل في كازة بطولة فلازم عايزين برضا تجون عنده خبرات ولازم بيشتغل معهم والأحسن يلعب تعارف مفيش حد يجي يلعب في ناد الأهلي كان جاي يلعب أساسي لا انت بشطارتك انت جوان ملعب أبو مستوى كنت فأنا شايف له ناد الأهلي كان اختياراته الفترة فاتت أو المدير الفني الموقف اللي حصل مع أبو جبل شايفه ازاي وتقيمه ازاي لا الموقف طيب جبل في حاجات كتير حصلت يعني في حاجات كتير حصلت جدا يعني حاجات هي اللي عملت لغباطة شوية التوقيت للناس اللي طلع المعلومة دي دي صعبة جدا معرفش المعلومة وصلت منين بالزبط تاني حاجة انت دخلت الراجل في حوار بمشكلة المنتخب مع النادي انت فههم ازاي فدي مشكلة كبيرة جدا فانا شايف المشكلة كمان النادي الأهلي خلوك معلنش رسم مفيش حاجة يعني بنتكلم ده كله النادي الأهلي قال لك أنا معلنتش رسمي و النادي الأهلي معلنتش حاجة رسمية تعودين دائما من الأهلي لما يعلم رسمي و لازم يكون أعلن في القنارة الرسمية طب ليه مصطفى شبير مااخدش الفرصة كاملة يا اخد طبعا ويشتغل بس انت بتتكلم في النادي الأهلي الوقت إذا وجيت حمزة على الجون التاني راح منزخة بلومبير يعني بلعبهم هي المشكلة مصطفى جون كويس وشال في النهاية لو جبت علي أبو جبل ماكانش هلعب هو النادي الأهلي لازم يحتاج ثلاثة انت بتتكلم دلوقتي انت لازم يكون عندك ثلاث حراس مرمى أربع حراس مرمى وميزين انت لاد لها لي عنده دوري وكيس وأفريقي وعنده مطلق كبير جدا طب على الرطف بعد ما جيب ما امبي بكن بيلعب أساسي ما هو النادي المتاح دلوقتي يقعد في الأهلي كم سنة ملعبش ومع زد حالا ماشي كويس يرجع تاني ما انت عندك ظرف دلوقتي انت عندك لازم هجيب حراس مرمى فانت لنادي الأهلي اختيارات حتى بنتكلم على مرسلو كولر أو كولر بيكلم الفترة الفاتت التقييم الأولاني أو الحراس مرمى الأساسي بتاعه بسام هو بيكلم على محمد بسام بتاح سيراميكا وعنده شايف الإمكانيات بتاعته مميزة بتنفع مع الندلال الترتيب التاني بتتكلم على أبو جبل التالي بتتكلم خلاص طب خلاص بترقصنا كمال خلاص معنا هو احسانات أبو جبل مع البنك الأهلي موسم 23-24 إجمال الموراية 13 خدق المشاركة 1310 شباق نظيفها 3 تزداد على المرمى ناجحة في التصدي بنسبة 61% في النسبة يعني المقوية تصديات العرضيات 20 تصديات الانفراضات 1 تصديات درد جزاء 2 أهلي برضو حرس كبير حرس كبير طبعا من تاني حاجة خلي بالك إنت ما تكس حارة يعني إمكانيات حارة في المرمى الناد الأهلي غير البنك الأهلي طب إنت مع عشان برضو قتين عالي لطفي يرجع لو الأهلي يمحتاجه هو أريد خلاص هو الموضوع اللي تجاه المشاركة آه عالي لطفي أحصائي أه عالي لطفي مال موراية 7 دقاء المشاركة 435 شباق نظيفها 7 تزدادات على المرمى نجح في التصدي آه 8 و 5 آه تنص وعالي لطفي جون كويس تمريرات طبعا سبعة وثمانين لثمانين تصدي العرضيات خمسة تصدي الضرافات آه الفراضات مفيش تصدي الضرافات مفيش تصدي الضرافات مفيش هو هو خلي بالك هو الأمر الواقع دلوقتي اللي بتتكلم في عالي لطفي يعني عبو جبل موضوع بس يعني أنا شايف عبو جبل خلاص الموضوع الفترة الفتت الحسال حصلت أو الموضوع الحصل مشي عندك هي رجع تاني هو بلعب بقى في زده وخلاص الرجل بأساس وزده ماشي بقى زده كويس جدا هي رجع تاني يقعد مصطفى شو بير ما ده برضو حاجة ما فايش يبقى في عدالة أنا شايف مش في عدالة مش حكاة مش عدالة أحسن بيلعب نادي الأهلي هو بيبص انت عندك حارس المرمى اللي بيفرد إمكانية ومصطفى كويس عالي لطفي اشتغل بشكل كويس مش ناوة بشكل كويس نادي الأهلي لما طالع على اللطفي على اللطفي هو اللي طالب يروح يلعب في النادي عايز يلعب سنه كبير وعايز يلعب فلازم يشارك